أقيمت اليوم في حديقة حيوان أدليد الأسترالية مراسم استقبال رسمية لزوج من دوببة الباندا العملاقة التي تم استخدامها من موطنها الأصلي في الصين كان زوجان وانج وانج وفوني قد وصل بالفعل إلى الحديقة قبل أسبوعين في إطار اتفاق بين بكين وكانتيرا يبقى يا الباندا تام بمقتضى في الحديقة الأسترالية لمدة عشر سنوات كاملة ويعود بعدها إلى موطنهما الأصلي يأمل المسؤولون الأستراليون في أن ينجح زوج الباندا الذي سيبدأ السمح للجمهور بمشاهدته اعتبار من الغد في تكاثر خلال فترة الإقامة المعروف أن دوببة الباندا من الحيوانات المهددة بالانقراض حيث لا يوجد منها على مستوى العالم سوى 1600 حيوان إضافة إلى 120 حيوان يعيشون في حدائق الحيوان العالمية ترجمة نانسي قنقر